مرحبا شباب معاكم اسلام من اي جين في الحلقة الثانية من برنامج خوارزميات لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا فيالله بنا نبدأ امبارح اتفرقت على XO18 والحقيقة المؤتمر قدم كل اللي كنت متوقعه منه ولكن كان فيه ناس كتير حط امار اكبر من كده بكتير عشان كده حسوا بالاحباط بعض المؤتمر بالنسبة لي كان مستحيل ان مايكروسوفت تعلم عن حاجة جديدة في المؤتمر بعيدة عن مجرد اكسبانشن لفرزة ومحتويات جديدة لسي اوف سيفز وستيت اوف ديكيتو واللي حصل بالفعل ولكن اللي شدني مبارح فعلا ان الاول مرة من ساعة اول عرض لكراك دول اشوف لها حاجة عادلة وواضح ان الملتيبلاير شكله زي ما وعدونا بيه في الاول ولكن يبقى السؤال القائم هو حجم المحتوى في الملتيبلاير هيكون قديه ودي حاجة تقريبا مايكروسوفت هتسبنا نشوفها بنفسنا لما اللعبة تنزل في 15 فبراير على ويندوز 10 واكسبوكس 1 وبعدها هنشوف التلتاشر استوديو الموجودين حاليا مع مايكروسوفت هقدموه لنا ايه في 2019 و2020 لو عايزين تتفرجوا على تخطيتنا الكاملة ورأينا الكامل في المؤتمر استنوني يوم الثلاث في حالة اي جي اين جيم شو الجديدة مع ياسمين الحقيقة تخضيت من عائدات بلاي ستيشن ناو وانها الاعلى في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بخدمات الجيم باس و اي اي اكسس وده يندل على شيء فبيدل على حجم الاتنين يا اما فعلا مبيعات البي اس فور اضعاف مبيعات الاكسبوكس وساعتها داي بقى تبرير منطقي للرقم ده او السحب التاني هو ان الخدمة بالفعل مولعة الدنيا برا بس احنا هنا في الشرق الاوسط ما بنسمعش عنها حاجة لانها فعلا ما نزلتش في الشرق الاوسط اتمنى سوني الشرق الاوسط تقدمنا الخدمة هنا قريب لان فعلا بعد استخدامي للجيم باس بقيت دميل اكتر الاشتراكات من اني اشتري الالعاب بنفسي ياريت تقولولي في التعليق تحت بتحب الاشتراكات اكتر ولانك تشتري الالعاب بنفسك واي وجهة نصر هي الاقرب لتربع بلاي ستيشن ناو على عرش اشتراكات الالعاب جربت مؤخرا باتل فيد لاني بجهز لمراجعتها حالان قريب على موقعكم والحقيقة اللعبة ممتازة وبتقدم محتوى جيد لحد الوقتي على الرغم من اني مقدرش احكم على حجم المحتوى المقدم لحد الوقتي لاني لعبتها عوالي اربع ساعات ولكن قدرت اكون رأي مبدئي بسطوب اللعبة تحسن كتير عن البيتا اللي ما عجبتنيش الصراحة ولاني مش هنحصل فيه شوية تعديلات كويسة ولكن الحقيقة انا شايف باتل فيلد هتجزب محبي السلسلة بس ومش هتتوسع مثلا عشان تضم لعيبة جديدة وكل اللي هيشتريها بتوقع فانزل سلسلة فقط على عكس كولف ديوتي اللي قدرت تجزب ناس كتير سواء محبي السلسلة او محبي علعاب الباتل رويل زي باب جي مثلا وانا واحد من الناس اللي فعلا اللعبة قدرت تجزبني على الرغم من اني لعيب قديم لباتل فيلد لكن بلاك اوبصفور قدمت محتوى ضخم بيستحق الاحترام لكن طبعا ده مجرد رأي مبدئي ولكن استنوا رأيي الكامل في اللعبة لما نزل مرجعتي قريب جدا على موقعكم بليزرد والبيسي جيمرز حاليا عاملين زي اتنين كانوا مخطبين وفسخ الخطوبة وكل واحد فيهم بيقولوا اللهم على الثاني في سبب الفسخ فبليزرد شايفة ان الفانز بتوها حاطين نفسهم في منطقة معينة مش عايزين يطلعوا منها ومش عايزين يتقدموا ولا يشوفوا التطور اللي حواليهم والناس كلها بتكبر من حواليهم وهم لسه زي ما هم محل لاكسر اما الفانز بتوها فشايفين ان الشركة خانتهم بعد ما اعلنت عن ديابلو امورتل للموبايلات في رأيي الموضوع اخد اكبر من حجمه وبليزرد من حقها انها تشوف مناطق جديدة تنزل فيها العابها ومتفضلش اقفل على نفسها على الالد سكول بي سي جيمرز ولكن برضو كان لازم يتعاملوا مع الموقف في زكاء مش يقولوا للجماهير بتوعهم انتم كلكم معاكم موبايلات ده مش رد الصراحة ايه يا جماعة مش كده برضو واضح ان The Game Awards كل سنة بيكبر اكتر واكتر والسنة دي شكله هيبقى اكبر من كل السنين اللي فاتت فمنظم المؤتمر بيشوق بطريقة غير طبيعية للتريلرز والعروض اللي هتنزل في المؤتمر غير طبعا الجوايز واللي خايف تبقى حاجة سنوية بعد كده لانها اكتر حاجة بتكزدني لمشاهدته لاني كجيمر باعتبر The Game Awards عامل زي حفل الأوسكار المخصص للجيمرز اللي زي ايه انا طبعا مستني اشوف عروض حلوة في الحادث السنة دي ونفسي بقى يا رب اسمع حاجة عن Dragon Age ولو اني حاسس انه عامل زي عشام ابليس في الجنة دي كانت كل الخارزميات اللي معايا النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم من حد الجاي في حلقة جديدة والمزيد على عنا من العابة الترفية تابعونا على IGN Middle East